اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد في قناة العلم العرف الكريم سنقوم بتحليل ملك العملات الرقمية البيتكوين لكن قبل البدء ندعوكم كما تعودنا الى الشراك في دوراتنا التدريبية هناك عرض حاليا سينتهي ان شاء الله بعد شهر رمضان عرض الحصول على دورتين بسعر دورة واحدة دورة التحليل الموجي ودورة البيتكوين 34 فيديو مسجل 25 ساعة من المعلومات فقط بمئة وسبعة وتسعين دولار لا نقبل الدفع بالكريبتو كل من طلب منك الكريبتو فعرف انه هنا الساب سأضع لكم رابط الاشتراك اسفل في التعليقات خذوا الرابطة كاملا هو رابط تليجرام وانا الذي اجاوبكم مباشرة لا تنسوا الذهاب الى الموقع برويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها هناك كتب يمكنكم تحملها مثل الدليل اساسي للشمع الياباني المبتدئين فقط تضغط على ابدال المجانة تضعي ملك الخاص وتصلك الكتب اللي يملك الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن ان تخسرك اموالك لذلك كل ما نقوم بفتل قناة ودى مغزى تعليمي وتثقيفي مئة بالمئة لا نعطي لنصائح مالية ولا استثمارية تضغط على زر الشراء والبيع فانت المسؤول مسؤولية تنتم عن قراراتك قناة العملاء في الكذب لا تتحمل ويتها مسؤولية كل ما نطلبه منك هو ان تراقب تقارن تشاهد واذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام الى دورتنا وعروض طيب البيتكوين هذا الذي يجنن العالم لاحظوا اذا تذكرتم في البيتكوين قلنا انه بعد هذه نحن سنتوقع سعود لكن شريطة ان يسعد البيتكوين يرتد هذا الموجه الاخيرة هذا الموجه الاخيرة فيها W, X, Y, X, Z وهذا الموجه الاخيرة نريد ان ترتد السعر بالمئة بالمئة ثم يصحح هنا ويبقى السعر هنا ويصعد هذا ما نريد لم يحدث الامر بل ارتد السعر هذه اشارة تقول لي انتبه قد نكون فقط في تصحيح للنزل عندما يكتمل هذا التصحيح سيكون هناك نزل هذا قلناه منذ مدة وقلنا اذا اراد السوق ان يغير بنيتها لان السوق قد يغير بنيتها نريد اغلاقا قويا فوق النطاق ثم الاغلاق القوي لوحده لا يكفي لان ذلك الاغلاق القوي قد يستعمل لادخلك في صفقة شراء ثم ينزل بيتكوين يعني قد يتم التلاعب بك لذا يقولنا نريد اغلاق ونريد ان يبقى السعر هنا لمدة معينة تصحيح هنا في التلت الاخير لكل يأتي الموجة الدافعة ثم بعد ذلك سنتبقى الصعود هل حدث ذلك لم يحدث لم يحدث بالتالي نحن عندما نعطيكم سيناريوهات كثيرة لكن كل سيناريو محدد هذا هو الإشكال الناس تريد توصيات نحن لا نعطي توصيات ولن أعطيك توصيات يجب أن تشغلتي معك بعض الشيء عندما أقول لك أريد تصحيحا هنا إذا أردت توقع الصعود إذا لم يحدث ذلك التصحيح لن تتوقع الصعود فقط بكل بسطة لما أتحدث عن سيناريو الهبوط يا أخي إذا أنت كنت تفضل فقط الصعود ركز على السيناريو الذي قلت لك وانتظر إلى أن يصحح وبعد ذلك إذا كانت لديك استراتيجية يمكنك أن تقول أوكي خلال صعود إذا كنت لا تفهم السيناريوهات كلها والطريقة التي نتداول به طيب بعد ذلك نزلنا إلى فريم أصغر ووجدنا أنه في هذه المنطقة جاء السعر واستفدنا من هذا الهبوط ثم بعد ذلك سعد بقوة وعطنا هذا النطاق وفي الحقيقة نحن استفدنا كذلك من هذا الهبوط ولازمنا لاستفيد لكن يعني ما رأيناه وبعد هذه الحركة القوية التي هي أفول Regular Float هذا التصحيح هكذا قلنا أن هناك احتمال كبير أن يتم كسر هذا القاع وبعد كسر القاع إذا بتعد السوق كثيرا إذا بتعد السوق كثيرا أي تصحيح هو للنزل أي تصحيح هو للنزل هل هناك احتمال أن يعود السعر لأن هذه الحركة قوية Regular Float قوي هل هناك احتمال أن ينزل ثم يعود السعر ليعطيها Running Floats هكذا ثم ينزل نعم موجود هذا الاحتمال دائما موجود إذا كانت تصحيح لأن هذه الحركة هذه الحركة يفترض أن تكون بياتي الطريقة وليس بياتي الطريقة يفترض أن تكون تصحيحي مما يعني أنها قد تقفر في المستقبل لذلك لذلك يجب الحذر أي دخول نزول بيات يجب تحريك وقف خسر مناطق الدخول واضحة كانت هذه المنطقة هو النطاق لاحظوا هذه الحركة القوية هذه المنطقة جيدة للدخول لكن نحن لا نعطي ما هو دول إشكال لأننا لا أريد أن أعطيها توصيات لا أريد أن أعطيها توصيات أريد أن أعلمكم كيف تحللون أنتم تراقبون الشرط على أسنة أننا نعطيكم توصيات نحن لا نعطيكم توصيات نحلل ولدينا سيناريوهات ونريكم كيفية ضبطنا لطريقة قراءة الشرط وأنتم لا تريدون أن تفهموا هذا طيب الآن هل لازلت هناك إمكانية لصعود البيتكوين هل لازلت هناك إمكانية لصعود البيتكوين إذا كان هذا وبدأ يصعود بقوة هناك إمكانية لصعود البيتكوين لكن أي نسا أقول خلاص هناك إمكانية عندك أسرد منطقة هذا المستوى 48,20 دولار هنا سأقول خلاص هناك إمكانية إذن سأنتبقى الصعود لكن أرى أن هذه الإمكانية أصبحت ضعيفة ربما أصبحت ضعيفة ربما لأنه بدأ يبتعد البيتكوين بدأ يبتعد عن هذا الرقاء مستوى 44,000 دولار بدأ يبتعد طيب ما هي السيناريوهات اكتمال هذا التصحيح ما هي السيناريوهات اكتمال هذا التصحيح إذا كان هذا التصحيح به تصحيح فالبيتكوين نازل لكسر القاعد هذا السيناريو الأول طيب إذا لم يكن هذا نموذج تصحيحي هذه الموجة قد تكون هي هذه الموجة وقد يسعد البيتكوين هكذا ثم بعد ذلك أحتاج إلى هذه الموجة ثم سيسعد البيتكوين هون لكي يكتمل هذا التصحيح بعيد حتى تفهموا الأمر جيدا أحضوا معي أنا في التصحيح أبحث عن الموجة التصحيحية في التصحيح إذا كان هذا التصحيح أبحث عن الموجة التصحيحية إذا لاحظتم لديه موجة دفعة موجة دفعة موجة دفعة موجة دفعة موجة دفعة موجة دفعة كل هذه عبارة عن موجة دفعة إذا أين هو التصحيح؟ هذا هو الإشكال إذ ذلك قلت إذا كان هذا هو التصحيح لأنه به ثلاث موجات ولكنها قوية إذا كان هذا هو التصحيح فهذه الموجة فهذه الموجة تم تقفيلها هنا وخلاص اللي بتكون نازل لكسر القاعد إذا كان هذا هو التصحيح لا أستطيع أن أعرف لكن ما أستطيع معرفته هو كلما كان لديه تصحيح أستطيع النزول تصحيح نزول تصحيح نزول لكن الحضر يجب الحضر طيب إذا لم يكن التصحيح في وسط هذا التصحيح وهذا الـ Contracting فكل حركة قوية كل حركة قوية يجب أن تقفل كل حركة قوية يجب أن تقفل طيب كيف ستقفل ونسميها في تحليل الموجة نظرية التقفيل إذا أول حركة يجب تقفيلها وهي هذه الحركة لا يجب أن تقفل أوكي؟ ثم بعد ذلك هذه الحركة يجب أن تقفل ثم بعد ذلك هذه الحركة يجب أن تقفل ثم بعد ذلك هذه الحركة يجب أن يتم تقفيلها وهكذا سنكون حصلنا على أولا هذا التصحيح running flat إذا ستكون لديه موجة دافعة تصحيح ثم موجة دافعة ثم بعد ذلك سيكون حصلت على هذا التصحيح لاحظوا running flat كذلك إذا لهذه الموجة مع هذه الموجة سيكون لديه موجة دافعة تصحيح ثم موجة دافعة أوكي هنا أكتمل هذا النموذج أين هو هذا النموذج؟ سيكتمل هذا النموذج جديد اسمه regular flat لاحظوا هذا التصحيح من هنا إلى هناك ثم هنا إلى هناك وسربحته عني النزول من هذا المنطقة لكسر الق القال لاحظوا إذا لم يكن لاحظوا لا أعطيتكم سندرهين هذا التصحيح المعقد وبالتالي سيكون تصحيحا مناسبا لكل ياتي الموجة حتى نحصل على مثل الموجة هنا ثم الصعود إذا لم يكن معقدا إذا لم يكن معقدا فيعني أن هذا هو التصحيح وهذه موجته للموجته هو الآن نزل لكسر القاعد لأنه في حد ذاته هذا بنيته مكتملة ومناسب لها الموجة هذا أكبر تصحيح أكبر من هذا التصحيح بالتالي ومناسب لها الموجة بنيويا نتحدثوا بنيويا تلاحظون بالتالي بالنسبة الآن السيناريوها تقول نزل بالنسبة 80% إما الآن أو بعد اكتمال ذلك التصحيح المعقد بعد اكتمال ذلك التصحيح المعقد فإذا لم ينزل بيتكوين الآن لا تقول لي يا أخي أنت قلت أن البيتكوين سينزل ولم ينزل لا 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 أنا أعطيتك سيناريو هين سيناريو هين قلت لك إذا كان هذا كنتراكتين ألبيتكون نازل لكسر القاه إذا لم يكن كنتراكتين فالبيتكون يجب أن يقفل هذه الحركات كلها كلها يجب أن تقفل وعطيتك الرسم الذي أتوقع إذا كان يريد تقفلات الموجود بالتالي نحن هل نريد بالبيع هل نريد أن ينزل البيتكون ولا نريد أن يسعد نريد أن يسعد لذلك أنا لا أفهم أي شيء في التداول وهذا ربما بنسبة 80% بما يكون تصحيح لماذا أريد أن ندخل في هذه المشاكل يا عمي خليه ينزل خليه ينزل أصبر علي خليه ينزل أصبر علي لأنه الناس اللي ما صبرته هنا تم تفجير حساباتي من الآن الناس اللي ما صبرته وتتحدث وتقول يا أخي أنت دائما تقول لنا هناك سيناريوات والسعر وصل لنا 48 دولار والسعر ساعد وأنت تقول لنا مبروك عليكم تفجرت حساباتكم مبروك لأنكم لا تستميعون ويعني سألنا شهور كل مرة يقع لكم نفس المشكلة ولا تستميعون ماذا تريدون أن أقول إنسان يريد أن يخسر أموالها خلاص خسرها أخي ماذا تريدون أن أقول لك يعني نحن نحاول أن نقيكم من الخسائر وأنت لا تريد أن تقي نفسك من الخسائر ماذا تريدون أن أقول لك ومن هنا كنا نقول انتبهوا انتبهوا نريد تصحيحا يكونوا ملائما لأتي الموجة قبل الصعود انتبهوا ولا يعني لا أحد يستمع وبالتالي تم تفجير حسابك وهذا يحزننا بالعكس يحزننا يعني حلنا نتشوف في أحد وبالعكس هذا الأمر يحزن 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 أمر محزن وبالتالي إذا كان هذا رأينا قد يعود السعر إلى هنا أستمتمن بالشرا لستمتمن لأن أولادي هذه الحركة يجب أن تقفل يصبح هذا كذلك راني في الوسط ثم هذه الحركة يجب أن تقفل قبل النجوم إذا انتح صحيح معقد واحد سلين نتبهوا نتبهوا من هذا الناس التي استغلت الفرصة هنا وهنا رائع مبروك الناس التي استغلت الفرصة ليس هذا شيء أقول فقط الصبر الصبر إذا كنت مبتدئ إصبر إلى أن ينزل السعر إلى هذه المنطقة ومن هنا نبحث عن الصعود الاستثماري إلى أين إلى كسر القمة كهدف أول ثم إلى مئة واثنين مئة وثلاثة أراضي كهدفين ثاني أصدقائي يعني الناس تهرب من من التعلم تهرب من التعلم إذا كنت مبتدئ أخي الكريم وتريد أن تحترف التداول التداول مهنة ليس لعبة مهنة 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 خطيرة جدا إذا لم تتعلمها فستخسر أموالك لذلك استغلوا عرضنا عرض دورتين بسعر دورة واحدة هذه أفضل دورة يمكنك أن تأخذها الاحتلاثي التداول بأي سوق ليست موجهة إلى سوق معين أي سوق لأن الطرق التي ندرسها فيها تعتمد على مدرسة المنطق والمنطق يمكن استعماله في أي سوق مدام فيه متداولي هذا هو الرابط رابط تليجرام أنا الذي أجاوبكم مباشرة طلبوا الرسالة صوتية باسمكم لا نقبل الدفع بالكريبتو لا تنسوا أن تدعموا القناة إذا كنتم تستفيدون من التحليل ولكن مع الأسف لا تريدون دعم القناة الأنانية أخواتي الكرة نحن لسنا أنانيون معكم لكن مع الأسف في بعض منكم أنانيون معنا مع الأسف لكن سنستمر لأن هدفنا هو تعليمكم هدفنا أو هدفنا هو تعليمكم هدفنا هو الرقي بالتداول في العالم العربي لا تنسوا أن تفجروا لايكات تعليقاتكم ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو ولا تنسوا أن ننعب نعرفك بسلام عليكم وانا تنسوا